لكن هذا يسأل يقول أيضا من عداتنا أو من عدات القبائل عند بعضنا في اليمن أنهم لا يورثون المرأة ما حكم ذلك الحكم لله ما هو لأهل اليمن ولا لغيرهم الله ورث المرأة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وحرمان النساء وحرمان الصغار من الميراث هذا من سنة الجاهلية هذا من سنة الجاهلية كانوا لا يورثون الأطفال ولا يورثون النساء فجاء الإسلام وأبطل هذا وجعل الميراث للكبار والصغار وللنساء بحسب شروط الإرث ولا يجود لأحد يتصرف في المواريث نعم